السلام عليكم. موقتنا النهاردة مع شخصية من اعظم الشخصيات. شخصية احتزة بها فعلا في تاريخنا الاسلامي مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير وانت بتقرأ في صرته كده وفي شخصيته في حياته في يعني نقط كتير حياة مليئة مضيئة جدا مليئة بالحاجات اللي تقف قدامها بالدروس العبر شخصية فعلا جديرة اقتداء بها بداية من من نشأته نشأة مرفهة شخص منعم لدرجة نقل واخد لقب في مكة اعطر اهل مكة يعني في نعيم وفي حياة فيها رفاهية ما فيهاش الضغوط في حاجة حسن السياب المظهر يعني انيك اه وسيم شوف الكل ده وشوف بقى التحول اللي هيحصل التاني بقى والنقلة التاريخية التحول التلتمائة وستين درجة اللي هيحصل بعد كده. زي شباب مكة كلهم في الفترة دي بيسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن بداية الدعوة فبيبدأ يلفط نظره حاجة زي كده فبيفكر هو كان يجمع بين بين صفاتين برضو يعني يجمع في صفة سبحان الله كان ربنا مدهاله جنب يعني تحس ان هي كانها مناقضة شوية بس هي سبحان الله دي كانت فضل ونعم من ربنا سبحانه وتعالى على هذه الشخصية. انه ما بين الشخص مدلل او او عايش مرفه. ما بين رجحت العقل. ربنا كان مدلله رجحت عقل كده حتى هو في شبابه كان دايما يحبه يقعده معه عنده عقل عنده رأي عنده وجه النظر مش مجرد شاب كده اللي هو مدلع ومرفه فتافه او فاضي من جوه لأ دعوان ناكيد تماما. والنقطة دي هتبقى لها تأثير بقى لكيف حياته كلها. اللي هو رجحت العقل دي. او اللي هو ربنا مدلله الفتنة دي. فبيروح وبيسأل عن النبي بيعرف ان طبعا النبي صلى الله في بداية الدعوة كان العدد الاول فكانوا بيبقى موجودين في طر الأركم ومدلع بالأركم بادة عن الناس كلها وفتاع فبيعرف وبيروح وبيسأل وبالفعل بيقعد وبيسمع الكلام فبيلاقي الكلام سبحان الله عشان هو ربنا مدلله رجحت عقل وفي حكمة من ربنا سبحانه وتعالى ان الكلام يدخل قلبه كده. فيبدأ يسمع يتدبر الايات يتدبر القرآن يبدأ يعلن ان هو الكلام ده بالنسباله بيغيره تماما من جواه فبيبدأ يعلن اسلامه. ولكن المقصة الكبير امه لان امه كان السيدة شديدة قوية جدا شخصية يعني مش شخصية سهلة كده ان انت آآ يعني تسمع الخبر وتعديه وبتاع لا شخصية مش سهلة على الاطلاق شخصية شخصية قوية تسمع لكل الناس بنت ملك. آآ بعد ما بتسمع الكلام ده بعد ما بعد ما طبعا هي بتكون لسه معرفتش يعني بعد فترة كده طبعا ما فيش خبر في مكة في الفترة دي او واحد اسلام ما بدخل الاسلام ما بتعرفش يعني لان العدد قليل فلي بدخل فبالفعل في شخص حد كده بيشوفه مرة في اتنين بيشوفه بيتردد على على بيت الاركم بناء بالاركم وبعد كده بيعرف انه اسلام فبي روح يبلغ امه. طبعا امه الشخصية التالقوية الشديدة دي فبتصور صورة مش سهلة صورة يعني عارمة. وبتواجه بتعمل بتاخد القرار طبعا انه بتيجي حبساه قفل عليه تماما خلاص كده وبيبدأ بقى لحظة الانتقال في حياته بقى الانتقال بقى من النعيم والطرفيه والدلع وكل الكلام ده بتنقل بقى تلتمية وستين درجة الحياة تانية خالص. ويبدأ المواجهة بقى بينه وبين امه. وده الصورة ففي هجرة من الهجرات للحبشة كان المسلمين بيهاجروا للحبشة في الوقت ده. بيقدر يخلح كده يهرب كده ويهاجر معهم. فبيرجح تاني طبعا بيسافر ويرجع مكة سافر فبيرجح تاني فبتحبسه تاني وبتصور برضو صورة عريبة فبديجي في وقت ملاقات بتقتنع ان هو خلاص. مفيش حل معايا. فبتح حريمه من كل شيء بقى خلاص. وكده بالنسبة لها بقى يعني حالة ما يقوس منها. وهو خلاص بيصر على الايمان. وخلاص الايمان دخل قلبه فعلا بصد. ويعني اه يعني بحبة للنبي والسلام ومحبة لله سبحانه وتعالى وربنا خلاص صنور بقى دخل في قلبه. فبتحبسه تاني ومع ومع ذلك طبعا بيصر فخلاص بتودعه بقى ده الوداع الاخير بقى ان خلاص ما عاشش في فايدة. وان هي كده غضبانة عليه بس هو بيبقى يعني عنده شفقة جواليها ان هو يعني خايف عليها وبيدعوها ان ربنا يهديها يعني للدين والاسلام وللنور ربنا سبحانه وتعالى فهي طبعا يبقى فيه اصرار رهيب من الطرفين ان هي مصرة تماما على الشرك وهو مصر تماما على الدين وعلى طريق النبي على السلام وطريق الله سبحانه وتعالى. بعد كده مصعب بتاخد بقى حياته اشكال والوان تانية خالص. حتى في مشهد يعني يعني معبر بشكل قوي جدا. الصحابة بيشوفوه طبعا مصعب بقى المرفه المدلع الكزا وكزا وكزا اللي عاش حياته يعني طلباته اوامر ويشوفوه جاي لابس اللبس البسيط قوي ده وبدأ اكله طبعا اقل شيء وبقى فيشوفوه لابس اللبس اللي هو ما تناسبش خالص مع الشخص فيتفر الدموع الدموع كانتفر من بعضهم او يعني صعب عليهم من هذا هو ده الشاب اللي كان مرفع هو فالنبي سبحانه وتعالى النبي عليه السلام يشوفوه فالنبي بص طبعا النبي بحكمته وبعظمته فيبص فيبتسم مش مش بشافقة النبي عارف ان مصعب ساب كل ده بمحبة النبي والسلام شوف بقى النظرة المختلفة عن عنهم كلهم المصحابة عارفين بس هم يعني من حبهم ليه وبيقارنوا ما بين قبل كده وجواهم يعني فساب عليهم جدا النبي بص بمحبة ويعرف ان مصعب ما سابش كل ده الا محبة سبحانه وتعالى ومحبة للرسول عليه السلام هذا الشاب الرائع آآ الذي يحتزى به وتحول كل هذا التحول فالنبي يبص الملابس البسيطة او يعني المهلهلة دي فالنبي يبتسم كده ان ده شخص الامان فعلا دخل جواه ده شخص فعلا الاخلاص وصدق الرسالة وصدق الامان دخل جواه وتغالغ الجواه ويجي النبي يكلفه بعد كده بمهمة من يعني يعني تفرق كتير جدا في تاريخنا والاسلامي وكان لها دور كبير جدا ان يبقى السفير بعد كده يروح يبقى سفير في المدينة يروح يعلم بقى اهل المدينة عشان لما النبي يروح بعد كده في الهجرة يكون بقى عندهم علم فبالفعل بيروح ويبدأ يعلمهم ويبدأ يفاهمهم شوف النبي عالس السلام برجاحت برضه العقل والفتنة والنور اللي ربنا حدوه يختار مين يعني فيه ناس اكبر منه وفيه ناس اكثر وجاهة ومكانة واوة بس هو يختار مصعب ابن عمير يختاره ليه عشان ربنا مديله رجحت العقل وربنا مديله القبول وربنا مديله وده ما يقلش من اللهم ما يختارهمش ولكن هو النبي يختاره عشان عارف عارف ان ده اختيار ومش اختيار عادي وبالفعل مصعب بيروح المدينة وبدأ يكلم اهل المدينة وبيقامل من اهل المدينة بقى يعني عتولت يعني اصحاب مكانة منهم سعد بن عبادة ومنهم سعد بن معاز ويعني اه اسامي اسامي كبيرة جدا وتدخل بالسبب اه نور ربنا سبحانه وتعالى واو او ثم اه دعوة مصعب اه بدخوله القلب بكلامه اللي كان يعني اسلوبه ونقاءه واخلاصه وصدقه وزهده وورعه العظيم ده فيدخل كتير يامنه ويدخله ويأسلمه وفي بقى مشاهد كتيرة جدا يعني منها مشاهد واحد اسمه وسيد ابن خضيرة على ما تذكر اسمه كده يعني وسيد ابن حضير ده واحد يعني كان ده سيد بن عبد الاشهل يعني كان واحد ليه مكانة وسيد من الناس التي ايه لقى او فابي مصعب طبعا هو بيدعو كده في في الاحياء بتاع المدينة فاااا وسيد ده بيتكلم معاه بعنف وبقوة انت جاي هنا تضلنا عن ديننا اللي تربنا عليه وعن العبادة اللي احنا نشأنا عليها وعن اه وتاخدنا للضلال فبيتكلم بقوة يعني اللي هو وبعنف كده وبشراسة فمصعب بمنتهى الهدوء ومنتهى النور اللي ربنا حطه في قلبه ومنتهى رجاحة العقل بص بقى رجحت العقل ده تضل مكملة معاه ربنا ادي له موهبة وبقوة عليه النبي عليه عليه الصلاة والسلام اختاره برضه عشان رجحت من دين الاسباب يعني عشان رجحت العقل ده فبتقول له انا هاعرض عليك اللي انا بقوله اذا اقتنحت بيه او خدت بيه او او اه دخل قلبك وكان بها وامن مكانش يبقى اه وعد ان انا هسيب الحي ده كله وهروح حي تاني من احياء المدينة فبيفكر الراجل وسيد ده اللي هو سيد قومه يعني فبلاقي الكلام برضو في عقل هو برضو كان راجل ربنا بدي له عقل برضو وفتنة كده ما كانش يعني راجل احمق اللي هو وسيد ده فبيفكر فبيلاقي الكلام مقنع ما فيش مشكلة فبيسمع الكلام كلام مصعب ومصعب بيكلمه عن الدين ورسالة الدين والنبع والسلام جيب الحق وبالنور رباني واخراج الناس من الظلمات وبيتكلم معي الكلام فبلاقي الكلام فعلا بيدخل قلبه لانه هو راجل برضو ربنا بدي له الصوتنا دي يعني او الزكاة ده فبيدخل بيسأل اه مصعب اعمل ايه طيب عشان بيقول له انت تتطهر وتشهد لا 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 محمد رسول الله وبالفعل بيدخل وبعد كده بيدخل زي ما قلنا بعد سعد ابن معاز وسعد ابن عبادة ولما بدخل الشخصيات العظيمة دي بتدخل وراها ناس كتير وبيكون سبب هذا السفير العظيم بيكون سبب لدخول الناس كتير جدا لانه راجل ربنا بدي له النور زي ما قلنا وبتستمر بعد كده مع النبي والسلام في غزوات آآ بقدر وطبعا في غزوة احد بتكون بيكون استشهاده في غزوة احد والنبي بيختاروا برضو للمرة التانية يختاروا النبي ان هو اللي يمسك الراية ودي برضو مش مش اختيار عبسي كده ولا اختيار كده عشوائي حالتنا خلصت نشوفكم على خير حلقة جاية للاكو